هل لو عملت الواجبات في الكورس يومياً مستوى يتحسن كل طهد شهور؟ الإجابة هي نعم هذا في الواجبات أساساً هو أن يخلي فيه علاقة بينك وبين اللغة يومياً من قراءة أو استماع أو كتابة أو تحدث فكرة أنك تأخذ كورس في أي مكان في العالم ومع أحسن واحد في العالم وإنك لا توجد علاقة مع هذه اللغة يعني مجرد أنك تحضر كورس وخلاص ستتحسن ببطء جداً وهذا السبب الأساسي والوحيد لناس كثيرة أخذت كورس في أمكان كبيراً ويقول لك السنة لم تحسنت فسأل هذا السؤال على طول كان هناك واجبات يومية بتعملها؟ كم وقت تغضيته مع اللغة يومياً؟ يعني ليس عشر دقيق غير ربع ساعة غير نصف ساعة غير ساعة غير ثلاث ساعات غير أكثر من كده هل كل ما زاد الوقت كل ما تحسنت أكثر؟ حسب أنت بتستخدم الوقت كيف؟ حسب بتختار الوقت المناسب اللي عليك يقدر يستقبل المعلومة؟ أفضل وقت مناسب هو إنما بعض الفطار مباشرة أو المساء أو في الوقت اللي أنت بتكون مرتاح فيه ومفيش دوشة ومفيش مشاكل ده الوقت اللي فيه عقلك هيستقبل اللغة اللي أنت بتعلمها إيه أفضل يعني أقل حاجة مفضل الشخص يعملها في اليوم الديه عشان يلاقي تحسن كل ثلاث شهور بمعدل مثلاً ثلاث ساعات يومياً ساعة الصبح ساعة فترة الظهر أو ساعة أربعة خمسة كده وساعة كمان بالليل مثلاً تمانية أو تسعة ما هو thought rapidlyها في الوقت أنا المعضل اللي لم french factory أنه الثالث من الاستقبل أو الدراس الأذيان هو الكورس فيه توجيه فيه إرشاد ووجبات موقعينة التي يتعامل في أقت cookbook وتوقف الثاني فاكر ان الكورس مجرد فقط سأكتسب اللغة هذا سيحدث في امريكا لو اذهبت امريكا سأكتسب اللغة اه بس بعد ذلك لا تقول انت لو سفرت امريكا فتاعة شهرة تكتسب اللغة الانجليزة اللغة اكتسبها بالممارسة حسنا انت اكتسبت لغتك الاولى ازاي انت في مصر او او اي دولة عربية تقريبا لما انت تولدت اعدت حوالي خمس سنوات عشان تبدأ تتكلم لغتك الاولى فانت متوقع انك تتكلم اللغة اخرى زي الانجليزة او غيره من ثلاث شهر بس وعندما اللغة قالوا احنا نسهل الموضوع الاكتسب شوية فانخلي اكتسبك اللغة في اللغة عبارة عن مواضيع انت بتعرف تتكلم عن ايه كلما تعرف تتكلم عن مواضيع اكتر ده معناه ان مستوىك في اللغة تحسن واكتسب اللغة يمر بمراحل منها ESPR Exposure يعني ان كل يوم تتعرض اللغة دي سوى فيديوهات او صور او كلمات او عبارات جمل ES study لازم ان تذاكر حاجة انا عرف ان المذاكرة نفسها مش هتخليك تكتسب اللغة ولكن هتخليك تفهم اللغة ولو انت فهمت اللغة سيبقى سهل انك تكتسبها يعني انت عايز تقول يا مستر زكي ان انا بس اتفاكت على الافلان وخلاص كنا هتبقى اتعلمت لا طبعا انا عرف ان هناك اتفاكت على الافلان بس لكن مشاهدة الافلان فقط مش هتخليكت الكلمة انجليزة اما ما الذي يحدث الذي يحدث ان تجد كلمات جديدة فتتتعلمها فتبدأ تخش في الزاكرة اتجد عبارات معينة تتكرر في الفيلم فعالك تربطها بالترجمة دي تقعد وقت كبير لكي تكتسب اللغة من خلال الافلان بس لكن في الحقيقة معظم الناس اللي بتكتسب اللغة هي ممكن ما تكونش واعي بالموضوع ده لكن هي قرط شافت قموس معين بحثت عن معنى كلمة او عبارة وعملها دي متكررة فبدأت تنقل اللغة اللي بتشوفها في الافلان للذكارة بتاعتها طويلة الاجل وبقى هنا تحسن وعلى فكرة مش الافلان بس ده بيخش على تطبيقات او مواقع او بياخد كورسات عشان يبدأ يتكلم فبيبدأ يستخدم انبوت اللي هو اخده من الافلان ومسلسلات من كتاب من كتب من ويب سايتس من مواقع من اي حاجة ويبدأ يطلعوا ويتكلم مع الناس اللي حوليه فانت بتكتسب اللغة بتاعتك واحد عايز تتحسن بسرعة بقى يعمل ايه برضو علماء اللغة تقدر تبحث في جورجل لو اعرف تبحث اكتر قالوا بشكل متوسط احنا محتاجين من 150 ل300 ساعة عشان نبدأ نحس بالتحسن في اللغة ده 150 300 ساعة في كورس انجليزي لو انت تعتمد على الكورس بس يبقى انت محتاج من 150 300 ساعة عشان تتنقل من او 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 بي 1 بي 2 من C1 بس السؤال هنا هل انت بتتنقل في اللغة كلها في 300 ساعة اكتر طبعا لا للغة دين فيها موضع كثيرة في موضع هندسة في طب في صيدلة في تسويق في موضع دينية في موضع كثير فانت بتنتقل في المشتوى بتاعك topic based يعني بناء على الموضوع اللي انت قريت عنه وسمعت عنه وده اساسا فكرة اخذ حاجة وصلنا لها في التدريق التدريس اللغة الانجليزية ان احنا نوصل كل حاجة نربطها بموضوع ونوصل نقطر شوية المحادثات ويبقى موضوع مش مقرد قواعد وحفظ كلمات فيش حفظ في اللغة انت نفسك محفظتش لغتك الاولى فاقولك انا ازاي حفظ انجليزي حاجة غلط الصح ان اللغة تتحفظ تلقائيا بدون اي مجهود بمعنى انك مش تمسك وراء او تقعد تحفظ غلط انت كده بتعمل حاجة بتعلي الكلام عنها كثيرا ويعني بتعلي التوتر والضغط وده بيكون سبب فانك ما بتعلمش الحاجة ده او بتنساه بسرعة انا كان فيه عند طالب كده كان فاكر انه لما بياخد منهة كثير او يونيتس كثيرة يعني اللغة تتحسن بسرعة لا 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 خالص الموضوع مش انا اديك مثلا تمانية يونيت والعشرة يونيت في الشهر بانت كده اكتسبت اللغة ده انت بتكتسب اللغة لما بتستخدم الكلمات والعبارات اللي انت درستها لما تبدأ تفتكرها بسرعة وعشان تفتكرها محتاج تاخد كمية قليلة وتقعد تكرر في الكمية ده الشخص بيكلمك حاليا هو واحد بيتعلم اتناشر لغة انك مش كل انسان عايش في مكان يقدر يتكلم عن الطب او الهندسة او الماركتينج او اي علوم الا ما يكون درسها وفاهم معناها وعلشان كل بقى الكلام الحلو ده احنا بنعمل واجبات علشان تساعدك تقعد وقت اكتر مع اللغة وبالتالي انت مش محتاج تاخد كورس تلتمية ساعة معايا ولكن انت هتاخد معايا مثلا وليكن ثمان ساعات في الشهر ولكن ده اللهم العشرة في المئة انا بكلم كل الناس بقول الكورس دايما هو مجرد عشرة في المئة مفيش واحد او مركز او اكاديمية هيقعد معاك تلتمية ساعة مفيش واحد يقعد معاك تلتمية ساعة في كورس فحضرتك وحضرتك لازم تعود مع اللغة وقت اكتر بس لازم يكون ده بارشاد لان مجرد مشاهدة افلام وخلاص هتحتاج وقت طويل عشان تكتسب اللغة لو بتاخد كورس فيه واجبات هتعملها يوميا انا اؤكد لك انك المستقه هتحسن بشكل قوي جدا ان الكلام ده معمول عليه ابحاث علمية كتيرة موجودة اكتب وشوف الابحاث المعمولة وهتلاقي الكلام كل بقولوك ده مزبوط كمان فيه حاجة اسمها practical knowledge او المعرفة العملية انت بتجرب مع الطلاب وبتشوف ايه اللي احسن حاجة ليهم بنانع الطلاب نتاج بتقول ان كل الناس شاف التحسن كل ثلاث شهور لما بيبدأوا يعودوا مع اللغة معدل حوالي مثلا ثلاث ساعات يوميا كده ولو خمس ساعات هشوف تحسن احسن طبعا انا عارف ان فيها الشغالة في ناس ما عنداش وقت بس يزمن يبقى عندها صبر لانت ما عندكش وقت تقعد مع اللغة كتير يبقى لازمن يبقى عندك صبر وليه ما تقوليش بقى انا عايز في اسبوع او اسبوعين ابقى كده في الانجليزي وقص انا جات لي منحة امريكا وابلوني خلاص في الهجرة ولازمن انجح في مقابلة الانتروبيو او ابني او بنتي دخلها مدرسة انترناشنال وفيه امتحان للأب والأم عشان يشوفوا مستواه ما يتابعوا مع الأولاد او لا لا انت استعد من دلوقتي وانتك عرفت الموضوع ماشي ازاي ESPRR Exposure Study Practice Revision Repetition لازمن تتعرض اللغة يوميا لازمن تمرسها يوميا لازم تذكرها يوميا لازم تكررها يوميا وكمان تستخدمها مع الاخرين محادثات بقى وإلخ لو عندك اي سؤال اكتبوا في تعليق ما تنساش تدعم قناة حس Online Online Lessons بدناك تعمل لايك وشير واشتراك في القناة This is it for today شكرا للمشاهدة